مرحبا بكم في قناة أمريكا تشارت معكم واقل يحيى CFTE خبير فني اقتصادي معتمد دوليا من الاتحاد الدولي لمحللين الفنيين نقدم لكم دورة التحليل الفني كورس PCI المستوى الأول المدرسة الكلاسيكية مجانا بالكامل على القناة هنبدأ بالقسم الأول فلسفة التحليل وهنتكلم فيها عن مجموعة من الحلقات التعليمية المهمة للغاية نضع فيها أساس علمي هنبني عليه هرم كامل من نظام التحليل الفني ايه هي مواضيع حلقات المستوى الأول القسم الأول فلسفة التحليل الحلقة الأولى أنواع التحليل المالي الحلقة الثانية تعريف التحليل الفني التالتة العقيدة الربعة الأركان الخمسة الانتقادات الموجهة للتحليل تعالوا مع بعض نبدأ الحلقة الأولى بعنوان أنواع التحليل المالي Financial Analysis التحليل المالي مقسم إلى قسمين القسم الأول هو التحليل الأساسي Fundamental Analysis القسم الثاني هو التحليل الفني Technical Analysis لأن احنا في القناة هنا مركزين على Technical Analysis وهو الفرع التاني لأدوات التحليل مدرستين عملاقتين وإن كانت الفندامنتل أو المدرسة الأساسية أو التحليل الأساسي هو الأكبر والأعقد والأكثر تشعباً والأكثر تعمقاً والأكثر صعوباً الاختلاف اللي هنشرحه دلوقتي بين التحليل الأساسي والتحليل الفني مش بنقارن فيه من الأفضل خلي بالك إحنا هنا مش هنقارن أفضلية لأن لكل واحد استخدام مناسب ومش هنشرح هنا الاستخدامات الخاطئة لأنها لا تعد ولا تحصى إحنا هنا هنركز على الاستخدام السليم اللي مفترض أن يكون وهنقارن ما بينهم في مجموعة من النقاط أول نقطة فئات المستخدمين مين اللي بيستخدم التحليل الأساسي طبيعي الكينات المالية الضخمة زي الشركات المؤسسات البنوك سواء مركزية أو تجارية أو ما شابه بيركزوا على التحليل الأساسي أو الفندمنتل مش معنى كلامي أنهم ما بيستخدموش التحليل الفني لكن معظم أدواتهم ترتكز على التحليل الأساسي وبعض من أدواتهم على التحليل الفني الفئة اللي بتركز على التحليل الفني معظمها من الأفراد لأنه بيلبي الاحتياجات الخاصة بالمستثمر الفرد وهنشرح الكلام ده خلال دقيقة نجي لعنصر الزمن التحليل الأساسي بيخدم الرؤية طويلة الأجل وده طبيعي جدا كفكر مؤسسي وفكر شركات وكينات ضخمة أن هي مش بتركز على يوم ولا أسبوع ولا حتى شهر تركزها على سنة مالية فما أطول يعني ممكن سنتين تلاتة أربعة دي طبيعة العمل المؤسسي وطبيعة عمل الشركات في معظم الأوقات بتركز على الإطارات الزمنية الطويلة عكس الأفراد اللي رؤيتهم في الأغلب تميل إلى القصيرة والمضاربية في كثير من الأحيان ممكن يبقى تركيزه على يومين ثلاثة تداول عكس الشركات اللي بتركز في شغلها على سنوات طويلة الهدف وهنا بقى نقطة اختلاف مهمة جدا الهدف من التحليل الأساسي هو تقييم الشركات ممكن التقييم ده يبقى من أجل الدمج مع شركة أخرى أو من أجل الاستحواز بالكامل على شركة أخرى أو من أجل التصفية والبيع والتقييم الشركات له أسباب كتير أنا بس ضربت مثال بتلات أسباب مشهورة بينما هدف التحليل الفني تحديد اتجاهات حركة السهم ووضع الخطط التداول المطلوبة طيب إزاي نرجع للتحليل الأساسي إزاي الشركات بيجري تقييمها من أجل الدمج والاستحواز عن طريق تحديد القيمة العدلة لسهم الشركة تحديد القيمة العدلة ده طبعا بيتم بأدوات دراسة القوائم المالية والميزانيات والبيانات المالية المختلفة وعوامل الاقتصاد المؤثرة على نشاط الشركة والصناعة نفسها واعدة أم غير واعدة والنسبة المالية الخاصة للشركة وقصة طويلة عميقة معقدة ومتشعبة تخيل أنت علشان تحدد القيمة العدلة لسهم شركة ما محتاج تدرس كل العوامل دي عناصر خارجية وعناصر داخلية عناصر خارجية تخص الاقتصاد ونشاط القطاع والصناعة والمنافسين بينما العناصر الداخلية هتخص القوائم والميزانيات والبيانات المالية والنسبة المالية الخاصة بالشركة طبيعي الأمور دي تاخد وقت طويل جدا بينما أدوات المحلل الفني أولا هو بيحلل سعر السوق وأدواته الرسم البياني وحجم التداول فقط لا غير لأنه بيركز على حركة السهم أو حركة سعر السهم في نقطة تحديد القيمة العدلة عايز أقول حاجة لما حد يشتغل بالتحليل الأساسي شركة أو كيان أو مستثمر أو مؤسسة تحديد القيمة العدلة إذا جاءت أعلى من سعر السوق يعني لو سعر السوق كمثال عند 100 دولار وبعد التحليل الأساسي القيمة العدلة بتقول أنه 170 فطبيعي تكون التوصية والرؤية شراء وصعود صح ولا لا لأن القيمة العدلة أعلى من سعر السوق الحالي وكأن السعر بالوقت رخيص أوي بالنسبة للتمن السهم وبالتالي يستحق الشراء فإذا جاءت القيمة العدلة مثلاً بـ 60 أو بـ 65 دولار معناها أن القيمة العدلة أقل كثيراً من قيمة السهم الفعلية في السوق فده معناها أن رؤية السهم ضعيفة ورؤية الشركة ضعيفة وأن الرؤية والتوصية تكون بالبيع لأن مستهدف السهم هابط نظراً لأن القيمة العدلة التي يستحقها وفقاً للتحليل الأساسي أقل من سعر السوق أما إذا جاءت القيمة العدلة تساوي أو تقارب سعر السوق مثلاً 100 دولار أو 101 أو 99 فده معناه احتفاظ بسهم الشركة لا طلوع ولا نزول وعلى الأقل ما فيش فرصة استثمارية سواء صعوداً أو هبوطاً الكلام ده كله بيستغل فيما بعد من أجل تقييم الشركة ومن أجل معرفة إلا كانت تستحق سعر السوق أم لا وده هيساعد المستثمرين المحللين الأساسيين في تحديد اتجاه سهم الشركة وده هيساعد على اتخاذ قرار الدمج أو الاستحواز أو البيع أو سعر التصفية وما شابه من قرارات استثمارية بتاخد وقت طويل جداً علشان تتعمل نيجي لنقطة التخصص التخصص ده يعني نقول فيه كلام كتير جداً لكن أحاول أختصره على قد مقدر أن كل صناعة لها تحليلها الخاصة ومحاسبتها الخاصة يعني لما تيجي تعمل تحليل أساسي لشركة أغزية بتواجهك مجموعة من العناصر سواء تخص الصناعة أو تخص نشاط الشركة مختلفة تماماً عما إلى ما قمت بتحليل شركة خاصة بمجال الإنشاء مثلاً وتختلف تماماً عن شركة سيارات وتختلف كلياتاً عن شركة أدوية أو مصرف أو بنج وهكذا كل تخصص محتاج دراسة عميقة في مجال النشاط بينما سهل جداً في التحليل الفني بالرسوم البيانية لأنها أداة موحدة أنك تنتقل بين الأسهم وتنتقل بين القطاعات دون الحاجة لتخصص أو اكتساب دراسة جديدة خلاص أنت فهمت التحليل الفني وعرفت تفهم وتحلل الرسوم البيانية وأحجام التداول فبالأدوات دي تقدر تقفز من سهم لآخر ومن قطاع لآخر دون الحاجة لعلم جديد بينما على الجهة الأخرى في التحليل الأساسي لا أنت بتحتاج شوية دراسة للعناصر المختلفة بين كل قطاع وللعناصر المختلفة بين كل نشاط شركة والآخر وعلى ضوء كل ما سبق من نقاط سرعة اتخاذ القرار في التحليل الأساسي بتاخد وقت طويل جداً يصل لعدة أشهر وعلشان كده الطبيعي تلاقي القوائم المالية والبيانات ربع سنوية بينما البيانات المجمعة سنوية إنما في التحليل الفني علشان تاخد قرار ممكن تستغرق أيام أو أسابيع لكن مش شهور طويلة زي التحليل الأساسي نيجي بقى العنصر التوقيت فرضاً أنا عرفت أن القيمة العدلة للسهم 170 بينما هو سعره في السوق 100 إمتى يكون الشراء التحليل الأساسي ما يجاوبش عن نقطة دي أبداً طيب إمتى يكون البيع لو سعر السهم العادل وفقاً للتحليل الأساسي 65 دولار وسعر السوق 60 خلاص عرفنا أن التوجه بيعي إمتى بقى يتباع ما يجاوبش عليها التحليل الأساسي للأسف لا يوجد أدوات تخص عنصر التوقيت عند المحلل الأساسي وعلشان كده الشركات المحترمة الكبيرة بتبد مجمع بين الطريقتين وتستخدم التحليل الأساسي لفلترة الشركات الجيدة من الشركات الضعيفة ثم تستخدم التحليل الفني لضبط التوقيت وعلشان كده قلت لك في بداية الحلقة إن إحنا هنا مش بنقارن مين أفضل لأن لو قارنت مين أفضل يبقى أنت كده انزلقت لقصة المقارنات التي لا طائل من ورائها الطريقتين بيكملوا بعض وتبقى أدفانتج كويسة جداً لك وميزة قوية جداً عندك لو بتفهم في عناصر التحليل الفني الأساسي وبتفهم بعمق في علم التحليل الفني التحليل الأساسي لو عندك له أو فيه معرفة ولو بالأساسيات الخاصة به تساعدك على الاختيار المناسب للشركات مع علم جيد عميق في التحليل الفني هتبقى قوي جداً في مجالك وعلشان كده بنقول اللي الاثنين بيكملوا بعض ما فيش فيه واحد أقوى من الثاني ما فيش فيه واحد أفضل من الثاني ما فيش فيه واحد أحسن من الثاني كلاهما مهم طيب نيجي بقى للنقطة اللي تخص التوقيت التحليل الفني بيخدم المستثمر والمضارب في عنصر التوقيت طيب الخطة ما فيش خطة في التحليل الأساسي لأن ببساطة بيقولك أن الشركة دي تستحق أو لا تستحق السعر العادل وسعر السوق معبر عن القيمة الحقيقية أو لا إنما بما أن التحليل الأساسي يفتقد لعنصر التوقيت فصعب قوي تلاقي فيه خطة لأن ما فيش خطة تكتمل بدون عنصر التوقيت لكن طبعا في التحليل الفني موجود التوقيت وموجود سعر الدخول وسعر الخروج وصمام الأمان ومتى تصلح للدخول ومتى لا تصلح ومتى يستوجب البيع ومتى لا يستوجب فبيجاوب على أسئلة حرجة جدا طيب هل يجوز العمل بواحد منهم فقط طبعا ممكن تشتغل بالتحليل الأساسي فقط بعيوبه ومميزاته وتشتغل بالتحليل الفني فقط بعيوبه وبمميزاته نيجي بقى لنقطة الأفضلية اللي احنا لسه متكلمين عليها اللي اتنين مهمين للأفراد والشركات لكن هتلاقي دايما الشركات بتستخدم لتنين مع التركيز أكتر على التحليل الأساسي ده إذا كانت شركة محترمة في بعض الشركات بتكتفي باللراعة واحد فقط من التحليل وده معناه أن الشركة دي ينقصها الكثير بينما العكس صحيح للأفراد هتلاقي معظم الأفراد بتركز على التحليل الفني مع إهمال كامل للتحليل الأساسي وده مش عيب لكن يستحسن يبقى عندك بعض الأساسيات الخاصة بعلم التحليل الأساسي علشان تبقى قادر على قراءة التقارير وتكوين صورة مبدئية تخص الشركة وبعد كده تكمل رؤيتك بالتحليل الفني دي اللي احنا تكلمنا فيه دا كله دي أبرز أنواع الاختلاف وأبرز وأهم نقاط الاختلاف ما بين التحليل الأساسي والتحليل الفني اللي يعتبر كلاهما مهمين في علم التحليل المالي ولا يوجد واحد أفضل من واحد ربما يوجد واحد أنسب لك أو أنسب لطريق تفكيرك أو أسهل لاستيعابك أوكي لكن ما تقولش التحليل الفني أفضل من الأساسي ولا تقول التحليل الأساسي أفضل من الفني كلاهما مهم ولكن أنت بترتاح لإيه ويا حبذا ويستحسن لو جمعت بين الحسنيين بشيء من التعمق في التحليل الفني يكون أفضل وأسهل وأسرع لأن أنت علشان تتعمق في التحليل الأساسي ما لم يكن هو أصلا مجالك فهيبقى صعب قوي تكتسب كل عوامل وعناصر الخبرة اللازمة في التحليل الأساسي لكن إن شاء الله معانا في الكورس في التحليل الفني في كورس PCI على قناة أمريكا تشارت تبقى مؤهل بالكامل إنك تبقى قادر على التحليل الفني بأدوات التحليل الكلاسيكية اللي هنستعرضها مع بعض إن شاء الله على قناة أمريكا تشارت أظن كده قلنا عماصر الاختلاف هنبدأ إن شاء الله التدريب على الحلقة الأولى أظن هيبقى السبت والحد القادمين حلقتين تدريب كل واحدة منهم فيها نموذجين عملي طب هو الكلام النظري ده له تطبيق طبعا طبعا اللي تشرح ده له تطبيق عملي على أرض الواقع رهيب وهنستعرضه في حلقتين كل حلقة منهم هنتكلم فيها عن نموذجين الحلقة الأولى هنتكلم عن نموذجين شركات إزاي تفابل وإزاي تطبق التحليل الأساسي والفني وإزاي نقاط الاختلاف دي تفرق جدا أثناء اتخاذك القرار وحلقة التدريب التانية هتبقى على نموذجين من السلع غالبا غالبا هيبقى واحد منهم بشكل أساسي الدهب وممكن التاني يكون البترول البترول باب الحجز والتسجيل مفتوح لمستوى الثاني المجرس الحديثة المؤشرات فقط بعد الانتهاء من المستوى الأول بالتوفيق إن شاء الله